هلا زيكم النهاردة التوتوريال هيكون الوحدة السوداسية دي الجواها الوردة والنهاردة الوحدة كمان هعلمكم بالاضافة ان احنا نعمل الوحدة ازاي نركب الوحدة ونربط الوحدات مع بعض اثناء الشغل طريقة سهلة جدا وكمان طريق التربيط بتكون كأنها مش بينة وفي وقت الشغل بدلا ما نضطر ان احنا نعمل الوحدات كلها وبعد كده نخصص لها وقت تاني لتربطها مع بعض فدي طريقة سهلة جدا يلا بينا نشوفها نعملها ازاي النهاردة هستخدم خيوط كوتون جولد وتقريبا انا عملت بالخيوط دي شغل كتير في القناة هي خيوط صيفية مش خيوط شتوية وفيها نسبة قطن 55% و45% اكريلك وخيط توركي والشلة دي عاملة حوالي 330 متر فبالتالي الشلة دي بتعمل شغل كتير لان عدد امطارها عالي والشلة دي 100 جرام هنبتدي الاول نعمل الوردة عشان نعمل الوردة ونبتديها هنبتدي بغرزة بداية سحرية انا بستخدم مع الخيط ابرا مقاس اربعة هنستخدم للوردة في البداية يا اما غرزة بداية سحرية او ان انا هعمل سلاسل واقفلها واشتغل جوا السلاسل او ان انا هعمل بطريقة تانية خالص ان انا هعمل غرزة تسبيت عادي على الابرة وهعمل 3 سلاسل 1 2 3 وهتجاهل اول اتنين واعتبرهم مجرد ارتفاع الغرزة العمود وهدخل في اول غرزة اعمل جواها 12 غرزة عمود 1 2 3 وكمل اتناشر غرزة عمود في اول غرزة دي طريقة بداية طريقة تانية ان انا ابتدي بغرزة بداية سحرية واللي ما يعرفش بداية السحرية انا بحط الخيط بالشكل ده على ايدي بلف الخيط عشان يعمل كروس هنا ادخل الابرة تحت اول فتلة واخد تاني فتلة وابتدي اشتغل جوا الدايرة اللي تكونت عندي هبتدي ارتفع بسلسلتين اللي احنا قلنا هما مجرد ارتفاع وابتدي ادخل جوا الدايرة واعمل اتناشر غرزة عمود بسلسلة عمود بلفة دي طريقتين دول تقدروا تبتدوا فيهم لو حد مش عارف يعمل غرزة بداية السحرية يعمل 3 سلاسل ويتجاهل السلسلتين ويبتدي يشتغل في السلسلة الثالثة 12 غرزة عمود عملت الاثناشر غرزة عمود بلفة جوا الغرزة البداية السحرية والمميز والحلو في البداية دي انه بشد الخيط وبتقفل خالص وما بيبقاش فيه اي فراغ جوا الوردة هبتدي ادخل جوا اول عمود بلفة انا عملته واعمل غرزة منزلق اول ساطرة في الوردة انا خلصته هبتدي امهد لبتلات الوردة والوردة اللي عندي فيها 6 بتلات عشان امهد لبتلات الوردة هرتفع ب3 سلاسل واحد اتنين ثلاثة هتجاهل اول غرزة عمود عليها الدور انا طلع بال3 سلاسل دول كاني فوق العمود ده اللي هو اول عمود هتجاهل العمود ده وابتدي ادخل في العمود التاني اللي بعده وابتدي اعمل غرزة منزلق بعد جده هرتفع تاني ب3 سلاسل وهتجاهل الغرزة اللي عليها الدور وادخل في اللي بعدها برضو بنفس الطريقة بغرزة منزلق واحد اتنين ثلاثة وهنا خلاص اخر واحدة هتجاهل دي وادخل في اول غرزة بمنزلق بقى عندي كم فراغ من 3 سلاسل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هبتدي ادخل في اول فراغ من فراغات التلاث سلاسل دول واعمل منزلق عشان ابتدي اعمل اول بتلة شغل اول بتلة طيب انا البتلات عندي بتاعة الوردة كلها معمولة بغرزة العمود بتلاثة لفات غرزة العمود بتلاث لفات زي اي غرزة من غرزة الكروشيل لها ارتفاع احنا كنا واخذين ان غرزة مثلا الحاشو لها ارتفاع سلسلة غرزة النص عمود ارتفاعها سلسلتين غرزة العمود بلفة ارتفاعها ثلاث سلاسل غرزة العمود بلفتين ارتفاعها أربع سلاسل يبقى بالتالي غرزة العمود بتلاث لفات ارتفاعها خمس سلاسل هارتفع بواحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة وابتدي أعمل جوه الفراغ ده أربعة غرزة عامود بتلات لفات واحد اثنين تلات كده الإبرة عليها كم لفة واحد اثنين تلاتة بالإضافة لللوب العادي جدا اللي لازم يكون موجود أصلا على الإبرة هابتدي أدخل جوه الفراغ بتاع التلات سلاسل واخد خيط وأطلع كأنني بعمل غرزة عامود عادي جدا دلوقتي عندي لفات كتير أوعى للإبرة أنا عايزة أطلع منهم كلهم هعمل إيه هابتدي أطلع منهم بالتدريج هاخد لفة وأطلع من اثنين واخد لفة وأطلع من اثنين واخد لفة وأطلع من اثنين واخد لفة وأطلع من آخر اثنين أول غرزة اتعملت شايفين ارتفاع الغرزة زي بعد ما خلصت غرزة ارتفاعها مقارب جدا لارتفاع الخمس سلاسل هنعمل تاني واحد اثنين تلات وادخل في الفراغ واخد خيط واطلع بعدين واحد من اثنين واحد من اثنين 1 من 2 1 من 2 1 2 3 هدخل في الفراغ واتخيط واطلع 1 من 2 1 من 2 1 من 2 واخر حاجة اهو كده ان عملت كم غرزة 1 2 3 والارتفاع طب هعمل غرزة كمان الرابعة 1 2 3 4 حل؟ انا كده البتلة عندي خلصت وعشان ادخل في البتلة اللي بعدها هعمل الارتفاع دي كده تاني نزولا ازاي هعمل 5 3 1 2 3 4 5 وادخل في نفس الفراغ بغرزة منزلقة برضو اول بتلة في الورد عندي خلصت الكلام ده كله هكرره في الست بتلات كلهم عملت بتلة يبقى بقى لي خمس بتلات بس قبل ما اعمل اي حاجة هدخل في البتلة التانية وحط الابرة جواها بغرزة منزلقة انا كده جوا البتلة رقم 2 هعمل ايه هرتفع بخمس ثلاثل 2 3 4 5 واعمل جواها اربعة غرزة عمود بتلات لفات وبعدين هعمل خمس ثلاثل وانزل اقفل بمنزلقة خلصت البتلة التانية ادخل بمنزلقة في الفراغ التالت عشان ابتدي في البتلة التالتة وارتفع بخمس ثلاثل وهكذا لغاية لما اخلص البتلة السادسة خلاص عملت اخر خمس ثلاثل وقفلت بمنزلقة وهقص الخيط قبل ما اطلع الابرة وقبل ما اطلع الابرة هعمل غرزة سلسلة بالشكل ده هسبت فيها الخيط انا بعد ما خلصتها كويتها كوية بسيطة جدا بالبخار عشان اوريكم هي شكلها ايه لان هي طبعا ما بتطلعش بالشكل ده ثم من خلصها بيكون شكلها كده بس هي بس ان هي بتبقى مجدودة بس من الشو بتحتاج انها تتكوي كوية بسيطة بالبخار فبتفرد بالشكل ده تمام؟ مش ضروري خالص ان انتو تفردوها وانتو بتشغلو انتو بعد ما تخلصوا المفرش بتاعكو كله بتبتدوا ان انتو تكو بس انا حبيت اوريكم شكلها قبل ما ابتدي اعمل حواليها الفريم لكن عادي جدا انت بتعملي الفريم وهي شكلها كده وهي بتفرد اصلا لما بتيجي تعملي الفريم حواليها تمام؟ هنبتدي نعمل الوحدة بقى او الشكل السوداسي هي مجرد وردة وانا هبتدي احولها لشكل السوداسي هبتدي اعمل غرزة تسبيت على الابرة باللون اللي انا هعمل به الفريم او الوحدة وهبتدي الوردة بتاعتي طبعا الخيوط دي باي ابرت تنظيف بندخلها في البتلات وبندخلها وبننظف الوحدة وبيبقى ما فيش اي خيوط من ورا لكن انا هشرح بس عليها اول حاجة خالص هدخل في اي بتلة من البتلات الستة بدخل في الغرزة الخمسة من الارتفاع انا هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة والغرزة الخمسة اهي فبدخل جوة غرزة خمسة وادخل واخد فتلتين من الغرزة يعني ما اخدش معايا فتلة واحدة بس عشان ما توسعش على الفاضي بدخل باخد فتلتين من الغرزة وببتدي اعمل غرزة حشو استاندك عدهول كتاني انا بدخل ما عنديش اي حاجة على الابرة غير غرزة التسبيت بدخل ما عنديش اي حاجة على الابرة غير غرزة التسبيت وبدخل في الغرزة الخمسة من الارتفاع بدخل باخد منها فتلتين هي عبارة عن ثلاث فتلات واحدة هنا واحدة هنا واحدة من تحت الغرزة فانا بيخد ايفا ثلاثين منهم كده واخد خيط واطلع واطلع من الاثنين يبقى انا كده عملت غرزة حشو بعد كده هبتدي اعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع وانا بعمل سلاسل ما حاولش اشدهم خالص سلاسل مرتاحة خالص معايا بعد كده هبتدي ادخل في الغرزة الخمسة مش الخمسة بقى الاولى من الغرز اللي بعملها واقفل بمنزلقة فانا هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا هدخل في الاولى منها هنا وبردو ايخد منها فتلتين مدخلش واخد فتلة واحدة بس فتلتين باخدهم على الابرة خلاص وبعد كده بقفل بمزلقة ادي كده فتلتين اطلع وخليهم فتلة واحدة بعد كده هعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وادخل في الغرزة الخمسة من غرز الارتفاع اهي بمنزلقة اول واحدة بس اللي بعملها حشو الباقي كله منزلقة واحد اتنين تلاتة اربعة ايدي مراخية بدخل في الغرزة الاولى من الغرزة الخمسة اللي بقفلهم تحت بمنزلقة واحد اتنين تلاتة اربعة وبستمر بالطريقة دي لغاية لما اوصل لاخر اربعة هيتعملوا هنا اخل اربع سلاسل انا عملتهم وهبتدي ادخل في غرزة الحشو اللي انا عملتها واقفل جواها بمنزلقة الغرزة باقي دي قاوي المهم ان انا هدخل جواها واقفل بمنزلقة اهو هاخد خيط البداية معايا تحت السلاسل دي انا كده عملت اول سطر من سطور الوحدة هبتدي ادخل جوا فراغ الاربع سلاسل اول فراغ اربع سلاسل اللي تكون عندي ادخل بمنزلقة وابتدي ارتفع سلسلتين واغتبيرهم مجرد ارتفع ما بعدهمش واعمل في الفراغ ده خمس غرز عمود بلف لفت الخيط على الابرة اخدت خيط وطلعت واحد من اثنين واحد من اثنين لفت الخيط على الابرة ادخل اخذ خيط وطلع واحد من اثنين واحد واثنين ادي كده تاني واحدة تلاتة اربعة خمسة خلصت خمسة في اول فراغ هدخل في تاني فراغ على طول واعمل خمسة كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى الفراغين دول هنا خمسة وهنا خمسة ودول باعتبرهم أول ضلع بعملهم يبقى أنا هدخل باعتبر كل اتنين ضلع طب وعشان أفرق ما بين الضلع والضلع بعمل زاوية عشان هو شكل صدايسي بقى لازم يبقى ليه ستة زاوية فأول زاوية فيهم هعمل سلسلتين يبقى أنا بدخل أعمل خمس عمدان على طول دارك في الفراغ اللي بعده خمس عمدان سلسلتين وابتدي أعمل الضلع الثاني اللي هم عبارة عن إيه بدخل في الفراغ أعمل خمس عمدان أدي كده اتنين تلاتة أربعة خمسة دايركت على طول في الفراغ اللي بعده أعمل خمسة زيهم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهنا بقى ابتدي أعمل زاوية جديدة يبقى كل فراغين بعمل فيه خمسة وخمسة وزاوية خمسة وخمسة وزاوية وادخل هنا أعمل برضو خمسة كمان وزاوية وهكذا لغاية لما أخلص حوالين كل الفراغات بصوا بعد ما خلصت أنا هنا عندي أول زاوية تاني زاوية تالت زاوية أربعة خمسة وآخر سلسلتين هما الزاوية الساة دي آخر سلسلتين أنا عملتها هبتدي أدخل في أول عمود أنا عملته وقفل بغرزة منزلقة وكده أبقى جاهزة للسطر اللي بعده في السطر اللي بعده هرتفع برضو بسلسلتين وبعتبرهم مجرد ارتفاع بدخل في نفس الفراغ ده وابتدي أعمل أول غرزة عمود بعدك يا بعمل غرزة عمود في كل العشرة دول ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هبتدي أدخل جوه الزاوية وابتدي أعمل زاوية كمان هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين طيب أنا وأنا بشتغل أول وحدة هعملها في المفرش بتاعي أو أيا كان المفرش السرير أيا كان الحاجة اللي هستخدمها أول وحدة هعملها هعملها كاملة خالص وهقفلها وقطع خيط ونظفها واثبها على جنب بعد كده ابتداء من الوحدة رقم اتنين هبتدي أشبك يبقى بعمل وحدة أساس وابتدي أشبك حواليها لغاية لما أكبر للحجم اللي أنا عايزاه يعني أنا هنا عملت وحدة بس هي أول وحدة قفلتها وخلصت بعد كده بدأت في تاني وحدة بشبكت في ضلع واحد وكملتها وقفلتها جيت التالتة رحت شبكت في الضلعين بتوع القطعتين جيت في الربعة شبكت في الثلاث أضلع وهكذا على حسب أنا بحطها فين بالضبط بشوف أنا بتشترك مع الوحدة اللي جنبها في كام ضلع وابتدي أركبهم فأنا دلوقتي دي الطريقة بتاعت أول وحدة أول وحدة عادي جدا هنشتغل فوق الأول عشر عمدان عشر عمدان وفوق كل الزاوية هنشتغل عامدين سلسلتين عامدين هنكمل هنا فوق العشر عمدان عشر عمدان وفي الزاوية هنشتغل عامدين سلسلتين عامدين نفس الكلام هنكمله عشر عمدان وفي الزاوية هنعمل زاوية لغاية لما آخر زاوية هنعملها هي الزاوية دي وهقفل بمنزلقة في أول غرزة عمود هقطع الخيط وكده هتبقى أول وحدة عندي جاهزة تمام؟ لكن أنا خلاص عندي وحدات كتير أنا هوريكم إزاي أشبك الوحدة دي في المكان بتاعها واشوف كام ضلع أنا محتاجة أشبكهم أنا هبتدي أشبك إزاي؟ بابتدي أشبك بإن أنا بعمل أول ضلع خالص وما بكملش الزاوية بتاعته عملت العشر عمدان بعد كده الزاوية بتاعته عملت نصها عامدين وسلسلتين وماكملتش بقتها وأوريكم إزاي بقى أبتدي أدخل أشبك العمود ده في الدور بتاعه هبتدي بقى دلوقتي أربط في الجزء ده أنا هنا عاملة مفرش ونقص آخر وحدة اللي هي زي دي بالظبط فنقص إن أنا أربطها أنا أربطها في الثلاثة أطلع من هنا ضلع من الوحدة دي ومن هنا ومن هنا أول حاجة خالص أنا عملت العشر ثلاث العشر عمدة وبدأت عملت نص زاوية اللي هي عمودين سلسلتين وبس هبتدي أدخل هنا في الزاوية اللي أنا فأول وحدة بالظبط هركب فيها هبتدي أدخل في الزاوية دي من فوق لتحت إبريتي فاضية خالص وابتدي أسحب اللوب بتاع الوحدة دي وأرفعه بالشكل ده تمام دلوقتي هرجع أبتدي أنا خلاص أكامل بقية الزاوية هبتدي أعمل عمود اللي عليه الضور وهرفع اللوب برضو بتاعه شوية وبعدين شايفين هنا العمودين بتوع الزاوية بتوع الوحدة السبت خلاص أنا المفروض دوري إن أنا دلوقتي أعمل أنا عملت أول عمودة هوا فهدخل في أول عمود في الوحدة دي وأسحب اللوب الجديد ده منها وأرجع تاني على طول في نفس المكان أعمل العمود التاني بتاع الزاوية كنا خلصت الزاوية في الوحدة الجديدة برفع كده اللوب بتاعي وأرجع تاني في العمود التاني هنا أدخل وأخذ اللوب ده وأطلع من العمود ده وبعد كده ابتدي أكمل العشرة عمدان اللي هنا بنفس الطريقة كل عمود هعمله في الوحدة الجديدة هرفع اللوب بتاعه وادخل في العمود المقابل اللي في الوحدة الثابتة بتاعتي خلاص اللي هي الوحدة دي أخذ العمود بشكل ده بعد كده أرجع أعمل العمود التاني أدخل في العمود اللي عليه دور وأسحب اللوب بالشكل ده وادخل أعمل العمود اللي بعضه أنا هكمل بنفس الطريقة كل عمود أعمله في الوحدة اللي أنا بركبها بنزله من تحت العمود في الوحدة اللي قرد دي سابتة عندي الكلام ده بكرره عشر مرات كل العمود وصد العمود بتاعه أنا كده خلاصت آخر عمود من الأعمدة العشرة ودلوقتي دور إن أنا أدخل في الزاوية وعشان أدخل في الزاوية أنا كده خلاصت لسه دخلة في العمود العاشر فهعمل أول عمود في الزاوية الجديدة دي وأدخل في العمود المقابل لها في الوحدة اللي خلاص سابتة أنا هو عندي هنا عمودين وعمودين هدخل في أول عمود فيهم هم وأصحب اللوب بتاعه أول عمود في الثانية فهي أعمل العمود الثاني في الزاوية وفي نفس المكان برضو هدخل في العمود الثاني في الزاوية اللي هو ده وأصحب اللوب دلوقتي دور إن أنا أعمل سلسلتين في الزاوية الجديدة هعمل السلسلتين وهتجاهل القطعة دي خلاص أنا شبكت فيها هبتدي بقى في القطعة اللي بعدها عشان أشبك الضلع ده هبتدي أدخل في الزاوية بتاعت القطعة اللي بعدها وأصحب منها السلسلتين هدخلها من الزاوية دي وبعد كده دور عمودين تانيين أول عمود فيهم واحد وأخذ اللوب بتاعته وشوف أول عمود في الزاوية دي أهي ده أول عمود بدخل فيه برضو وأصحب اللوب بتاعي بعد كده أعمل العمود الثاني في الزاوية وادخل في العمود رقم اثنين هنا برضو وأصحب اللوب أدخل في أول عمود خالص من العشر عمدة أول عمود في الضلع وبردو نفس الكلام بدخل في أول عمود في الضلع الثاني وبسحب اللوب تاني عمود في الضلع وبسحب اللوب وبستمر لغاية لما وصل للزاوية اللي هي هتقابل الزاوية هنا وفي نفس الكلام هعمل سلسلتين وادخل على طول على القطعة اللي بعطتها عشان نعمل الضلع الثاليات موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هاعمل بيكو بعد كل تلاتة عمل بيكو عملت تلاتة بقي لي كم حاجاتك بقي لي كم غرزة على الزاوية اللي بعدها بقي لي واحد اتنين تلاتة أنا عايزة البيكو الجديدة تكون هنا في الزاوية فهعمل اتنين بس هعمل واحد اتنين وهتجاهل الأخيرة دي وادخل في الزاوية أعمل رقم ثلاثة وفوقها البيكو على طول وبعد كده نزولا هنزل بنفس الطريقة هنزل بنفس الطريقة هعمل في أول واحدة وتانية واحدة وتالت واحدة غرس حشو وفوق الثالثة هعمل بيكو وهستمر بالطريقة دي لغاية لما أجي هنا هوريكو هنعمل ايه أنا عملت الضلع من أول الزاوية لغاية نزولا بقيلي كام بقيلي تلاتة عمدان وانا كنت لسه عاملة بيكو بقيلي تلاتة عمدان فهعمل في أول اتنين بس زي ما عملت في الزاوية هعمل في أول اتنين بس غرس حشو هتجاهل الأخيرة هنا وتجاهل الأولى هنا وابتدي في اللي بعضها على طول هعمل الغرزة التالتة اللي فوقيها برضو البيكو اهي بعدين هعمل برضو نفس الكلام تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واقفل البيكو بتاعتي وبعد كده هبتدي اطلع لغاية لما وصل الزاوية الزاوية دي برضو كملت من الزاوية دي للزاوية دي بنفس الطريقة كملت لقيت عندي تلاتة فضلين هعمل فيها هعمل أول اتنين وادخل على الثالثة في الزاوية وعمل فوقيها بيكو يبقى اي كان العدد اللي هيقابلكم اه قبل الزاوية تلاتة أو اربعة لو هم اربعة فضلين هتعملوا تلاتة ورس حشو والربعة فوقيها البيكو في الزاوية لو تلاتة الفضلين هتعملوا اتنين حشو والتلتة في الزاوية دايماً الزاوية تاخد اه البكو ترجمة نانسي قنقر